الفنانة الشابة داليا شوقي اتصدرت الترنت خلال الأيام الأخيرة بسبب الهجوم الكبير اللي حصل عليها بسبب دورها في مسلسل سفاح الجيزة والحقيقة انه الموضوع تحول لأشبه ما يكون بخناقة على السوشل ميديا ما بين الجمهور وما بين عدد من الفنانين اللي دفعوا طبعا عن داليا شوقي وكان في مقدمتهم محمد فراغ جوز أختها وصبري فواز وغيرهم الجمهور على السوشل ميديا كان شايف ان داليا شوقي كانت أوفر أكتنج وده اللي خلى داليا شوقي تطلع وترد على الجمهور وتطلب منهم ان هما يبطلوا ينتقدوها بشكل جارح ويكونوا حنينين في التعامل معها ولكن اللي قبر موضوع كان البوست اللي عملته والدتها الفنانة المعتزلة منال الفطاطري واللي هجمت الجمهور بشكل مبالغ فيه ووصفتهم بان هما معشر كريش وعبدت الأصنام واللي زود المشكلة انه الفنان محمد فراغ طلع هو كمان واتهم الجمهور اللي انتقد داليا بان هما مش بيفهموا فيه الشغلانة وان هما واخدين فلوس عشان ينتقدوها ولكن رد محمد فراغ عمل أزمة كبيرة جدا وخلى كتير جدا من الجمهور والنقاد يعترضوا على تصريحاته وكان منهم الكاتب الكبير عبد الرحيم كمان لكن محمد فراغ بعدها طلع على السوشال ميديا ووضح موقفه وقال انه كلامه تم اقتطاعه وانه كان بيتكلم بشكل عام عن الاشعاعات والهجوم مش بيتكلم عن الجمهور وقال ان الجمهور عارف كويس الفرق بين الرأي حتى لو كان سلبي وبين الشتيمة والتجريح وده اللي طبعا مرفوض شكرا